أعلنت القوات الجوية خلال مؤتمر صحفي عالمي بدار القوات الجوية تتشين معرض نصر دولي للطيران والفضاء في نسخته الأولى والذي يمثل تجمعا ضخما لكبرى المؤسسات العاملة في مجالات الدفاع والتسليح وتكنولوجيا الفضاء والطيران في العالم ذلك بمشاركة أكثر من 250 مؤسسة وشركة محلية وإقليمية ودولية في إطار حرص القوات المسلحة على إقامة الفعاليات الكبرى والتجمعات الدولية في مجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية على الأرض المصرية أعلنت القوات الجوية خلال مؤتمر صحفي عالمي بدار القوات الجوية تتشين معرض مصر الدولي للطيران والفضاء إيجيبت أير شو 2024 في نسخته الأولى معرض مصر الدولي للطيران والفضاء إيجيبت أير شو 2024 من المقرر انطلاقه في مايو من العام المقبل بمطار العالمين الدولي بمدينة العالمين السحلية انطلاقها من المكانات التاريخية والحضرية للدولة المصرية وحرصها الدائم على توطيد العلاقات ومد جسور التعاون مع الدولة الشقيقة والصديقة وبما يعزز مكانتها كوجهة جاذبة للإقامة الفعاليات الهمة من خلال موقعها الجغرافي المتميز كبوابة للقارة الأفريقية وتوسط موقعها بين قارات العالم يسعدنا أن نعلم من خلال هذا المؤتمر إطلاق النسخة الأولى من معرض مصر الجوي تحت إشراف وزارة الدفاع وبالتعاون البناء والوسيق مع وزارة التاريخ المدني ووكالة الفضاء المصرية وإدارة الإشارة والذي يعكس الرؤية المستقبلية والدعم اللامحدود الذي يليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القادة الأعلى لقوات المسلح لتطوير وتوطين صناعة الطيران والفضاء وأهمية تحقيق طفرة نوعية تتواكب مع تطور التكنولوجيا المتسارع في هذا المجال ومن جانبه أكد وزير الطيران المدنية محمد عباس حلمي على أهمية مد جسور التعاون ومتابعة آخر ما وصلت إليه التقنيات الحديثة في العديد من المجالات معرض الطيران الدولي حيكون معرض يختص به صناعة النقل الجوي والطيران العسكري والمدني والفضاء طيب هي ما يخص صناعة النقل الجوي هي صناعة النقل الجوي مش الطيرا بس لدى الطيرا والمنكملات بتاعتها الطيرا والمعادات اللي بتشغل عليها فيها معادات صيانة فيها محركات فيها آآ آآ اللي هي القطعة أو آآ آآ المعادات الإلكترونية اللي جواه طيرا في حاجات بيكون مساعدة متأمن سلامة الطيران دي كلها من ضمن الحاجات اللي إن شاء الله هتكون معاوضة في المعرض من الشركات المنتجة لها حيقولوا إيه التطورات اللي بتكون معاوضة عندهم بيكون ملتقى أن كل الناس ستتعرف على كل ما هو جديد في عالم الطيران المدني والطيران العسكري معرض مصر الدولي للطيران والفضاء إيجيبت آير شو 2024 تجمع ضخم لكبرى المؤسسات العاملة في مجالات الدفاع والتسليح وتكنولوجيا الفضاء والطيران في العالم بمشاركة أكثر من 250 مؤسسة وشركة محلية وإقليمية ودولية إن الاستثمار في توطين تكنولوجيا الفضاء والتوسع في امتلاع نقاط مدارية جديدة يساهم في الحفاظ على دور مصر الريادي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي للدولة المصرية 2030 المعرض الطيران اللي هو يعقد في شهر مايو 20-24 ده فرصة إن مصر تبرز درها الريادي في مجال تكنولوجيا الفضاء النهاردة الدولة المصرية استثمارت استثمارات كبيرة جدا في توطين صناعة الفضاء وتكنولوجيا الفضاء في مصر بدأت به تأسيس وكالة الفضاء المصرية سنة 2018 وتلى ذلك استضافة مقر وكالة الفضاء الأفريقية اللي هي بتعتبط خلي مصر هي البوابة الأفريقية إلى جانب تأسيس النهاردة بندشن أكبر مركز لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط المعرض هيكون مقسم لعدة فعليات كتير جدا زي العرض الأرضي هتبقى فيه طيارات موجودة حقيقية موجودة على الأرض عندنا عروض جوية هتطلع تعمل استعراضات في الجو عندنا المعرض نفسه كمعرض للمنتجات الجوية لمنتجات الفضاء للطيارات التجارية لكل ما يخص صناعة الطيران وصناعة الفضاء إضافة جديدة تعزز من مكانة مصر وتؤكد على حرصها أن تصبح مركزا متميزا في مجال الطيران وقوة دافعة لتقدم صناعة الطيران وتكنولوجيا الفضاء